الجيش العربي السوري يواصل تقدمه في ملاحقة التنظيمات الإرهابية المسلحة في عمق البادية ويساعد السيطرة على منطقة بطول 30 كم على الضفة الجنوبية لنهر الفرات في ريف الرقى الجنوبي وتضم تلك المنطقة تسع قورا منها حواجة شنان والرحبي والصبخة والجبلة والرابية والذيابية والمصطاحة والشمرى وإسلام إضافة إلى آبار نفط الجرايح وحسب مصادر عسكرية فقد أسفرت عمليات الجيش النوعية بمساندة سلاح الجو في الفترة من الرابع عشر من الشهر الماضي إلى الثاني من آب الجاري عن مقتل أعداد كبيرة من إرهابي داعش وإصابة المئات منهم الإرهابيان التونسيان أبو إصحاق ما يعرف بأمير الحسبة في معدان وأبو صياد والليبي الملقب أبو سقام والمغربي سفيان عبد الرؤوف والسعودي عبدالله عبد الملك صر كما أدت الضربات أيضا إلى تدمير 330 سيارة مختلفة واثنين عشر مقر قيادة وثلاث دبابات وعربتين قتاليتين وثلاثة مستودعات ذخيرة وعتاد وأحد عشر مدفعا مختلفا وخمسة رشاشات إلى دير الزور حيث دمر الطيران الحربي مقرات ومستودع أسلحة وذخيرة لتنظيم داعش الإرهابي خلال غارات مكثفة على أوكاره في قرية لبغيلية وتلت علوش على الأطراف الجنوبية للمدينة ووفقا لمصادر أهلية في الريف الشرقي لمدينة دير الزور الذي يشهد انتفاضة أهلية ضد إرهابي داعش فإن مجموعات من الأهالي هاجمت مقر جهاز الحسبة التابع للتنظيم التكفيري بناحية السوسة في ريف البوكمال وتمكنوا من قتل ما يسمى أمير جهاز الحسبة وتدمير المقر بشكل كامل كما قامت مجموعة من الأهالي بمهاجمة سيارة تقل عددا من متزاعم داعش في نفس المنطقة وقتلوا عددا منهم إلى ذلك أحبطت وحدة من القوات المسلحة هجوما إرهابيا بعربة مفخخة لإحدى النقاط العسكرية في جبال الشمرية بريف حمص الشرقي وذلك بعد اشتباكات انتهت بتدمير العربة المفخخة وإيقاع أغلبية أفراد المجموعات الإرهابية المهاجمة بين قتيل ومصاب أما في أقصى ريف حمص الشرقي فقد نفذ الطيران الحربي غارات مكثفة على تحصينات لتنظيم داعش في قرية حميمة جنوب غرب مدينة البوكمال قرب الحدود الإدارية بين محافظتي الرقة ودير الزورة ما أسفر عن تدمير آليات وأوكار للتنظيم التكفيري وإيقاع العديد من القتل والمصابين بين صفوفه